الرئيس السيسي يعلن حزمة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين الرئيس السيسي يوجه الشكر لأهالي محافظة بن سويف على حسن الاستقبال وكرمي الضيافة وزير الزراعة يؤكد أن أكثر من ثمانين ألف مزارع يستفيدون من مبادرة الرئيس بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة قرارات خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية في محافظة بن سويف وهي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه لكفة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 30000.5 جنيه لكفة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكفة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وأيضاً زيادة الفئات المالية المملوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة كما تضمنت أيضاً قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي مضاعفات المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه بإجمالية 11 مليون مواطن وسرعة تطبيق الزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيادين بالنقابة وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل الأول من يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرمات تأخير سداد الأقصات المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرمي الضيافة وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته واعتزازه بما شهده اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين كما أضف أيضاً الرئيس السيسي أنه في هذه المناسبة يتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي واجب العزاء لأهالي بن سويف في ذويهم المتوفين جراء أعصار ليبيا وكان الألاف من المواطنين قد احتشدوا في استقبال الرئيس السيسي أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن أكثر من ثمانين ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بأعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرمات تأخير سداد الأقصات المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بإجمالية حوالي نصف مليون جنيه وأضف القصير أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الزراعي والفلاحين مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس سوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغزائية أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تقديم 175709 خدمات من خلال حملة ميت يوم صحة أمس في جميع محافظات الجمهورية موسيقى